اشتركوا في القناة فيما وصفه بيب جوارديولا باكثر لاعب محترف قابله على الاطلاق لانه يفكر فقط في الطعام المناسب والنوم والتدريب على مدار 24 ساعة وهو ما ساهم في بنيته الجسدية القوية وجاهزيته الدائمة بتجنب الاصابات وكما يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة كانت ان زوجة ليفندوفسكي هي المخطط الرئيسي لتفاصيل حياة افضل لاعب في عام 2020 تزوج ليفندوفسكي من انستاشورسكا في عام 2013 وهي بطلة عالم سابقة في لعبة الكاراتي وخبيرة تغذية رياضية تولت بنفسها اختيار الطعام المناسب واعداد الوجبات له كان من بين نصائحها شرب عصير الشمندر مع القرفة او الفلفل الحار بعد التدريب تجنب اللاكدوز ودقيق القمح تناول الاسماك وغيرها من النصائح الغريبة بالنسبة الينا والتي وضعتها انة في عدة كتب لارشاد الرياضيين نحو افضل الانظمة الغذائية بجانب التغذية اشرفت انة على تحسين طريقة نوم ليفندوفسكي وهو امر شائع بين الرياضيين هذه الايام ويتم الاستعانة فيه بمتخصصين ولم تكتفي بذلك بل انها تحولت الى مدربة خاصة تصمم التدريبات الاضافية التي يقوم بها زوجها في صالة الجيم بالمنزل بالطبع كان ذلك النظام المتكامل سببا في جعل ليفا واحدا من اكثر اللاعبين احترافية ومثالا يحتذا به لكن من جهة اخرى يمكننا نعته بالمحظوظ لامتلاكه زوجة كآن